موسيقى بحسب المصادر العسكرية المطلعة مؤخرا بدأ الجيش البريطاني الذي يمتلك قوة دبابة تتآكل قدراتها بشكل مطلد منذ نهاية الحرب الباردة العمل على تطوير جهيل تاري من دبابات القتال الرئيسية تشالنجو ثريا وفي حين أن الوجه المتغير للحرب البرية قد شهدت كهناتا بأن المملكة المتحدة قد تتهلص من دباباتها تماما فإن الوضع في أوروبا الشرقية على وجه الخصوص شهد عودة التركيز إلى حرب الدروع تقدر تكلفة 148 دبابة من طراز تشالنجو ثري التي سترقى من تشالنجو ثو الحالية بنحو 1.3 مليار دولار والتي يتوقع منها أن تخدم الجيش البريطاني حتى عام 2040 على الأقل ولأسباب اقتصادية إضافة إلى تشجيع التكنولوجيا المحلية تم اتخاذ خيار الترقية للدبابات تشالنجو ثري بدلا من شراء دبابات ليوبرت 2 من ألمانيا فقد أعلن جيش البريطاني أنه ما يسمى بحفل قصي الفولاد بمناسبة بدء أعمال ترقية تشالنجو ثري قد أقيم في منشأة أورمسترونغ وروكسل في نيو كاسل شمال شرق إنكيلترا وفي هذه المنشأة تعمل شركة راين ميتل بي اي سيستمز لاند وهي شركة الدفاع الرئيسية في المشروع وشركة الدفاع الفرعية بيرسون انجينيرينغ على إكمال الأبراج الجديدة لتشالنجو ثري وخلال المناسبة أوضح كاوي المسؤول الأول عن برنامج تشالنجو ثري أن تصنيع البرج بواسطة شركة بيرسون انجينيرينغ أمر بالغ الأهمية لتسليم برج رقمي بالكامل مما يضمن أن تكون دبابة القتال الرئيسية المحدثة هي الأكثر فتكا في أوروبا فالبرج الجديد هو أهم جزء في الترقية إضافة إلى الأعمال الأخرى التي تطال الهيكل والمدفع الرئيسي والأنظمة المختلفة وأضافة سيضم الهيكل الفلادي أنظمة البرج الفرعية التي ستضمن أن تشالنجو ثري هي الدبابة قتال رئيسية رقمية مدعومة بشبكات الاتصال المتطورة وتتميز بأحدث القدرات الفتاكة بالإضافة إلى المراقبة ذات المستوى العالمي وقدرة رصد الهدف المتطورة ودخلت دبابة تشالنجو ثو الحالية الخدمة في الجيش البريطاني في عام 1994 وخدمت في عمليات قتالية في يوغسلافيا سابقة والعراق دون خسارة أي منها وفقا للمصادر البريطانية تستخدم تشالنجو ثو حاليا من قبل أربع أفواج مدرعة تابعة للجيش البريطانية فرسان الملكة الملكي وفرسان الملك الملكي وفوج الدبابات الملكي والفرسان الملكي ويسكس يومنيري يشغل كل من الأفواج الأربعة ستة وخمسين مركبة تشالنجو ثو بأسطول إجمالي من مائتين واربع وعشرين مركبة تم التعاقد مع شركة راين ميتل بأي سيستمز لها لتوفير مائة وثمانين واربعين ترقية من تشالنجو ثري التي ستخدم الجيش البريطاني كجزء من مبادرة التحديث أجندية المستقبل فيوتر سولدجر ومن المتوقع أن يتم تسليم النماذج الأولى من الدبابات الحديثة في عام الفين وسبعين وعشرين عينها سيتم سحب دبابات تشالنجو ثو غير المحدثة من الخدمة وتتضمن مبادرة الجندي المستقبل أيضا تغييرات هيكلية تستند إلى قوة فتاكة ورشيقة ومرينة قوموا حوالي اثنين وسبعين الف وخمسمائة فرد بحلول عام الفين وخمسين وعشرين بانخفاض من ست وسبعين الف فردا في عام الفين وواحد وعشرين والتي سيتم تضميمها بشكل أساسي حول تشكيلات الألوية القتالية بي سي تي وبحلول عام الفين وثلاثين من المتوقع أن تقوم الألوية القتالية بتشغيل مجموعة من المركبات البرية والطائرات الجديدة بما في ذلك دبابات تشالنجو ثري ومركبات القتال للموشاتي اي اكس واناقلات جند الألمانية المدرعة بوكسر وطائرة الهاليكوبتر الهجومية اباتشي اي ات سيكستي فور اي ستتميز الدبابات تشالنجو ثري التي أعيد بناءها حديثا بمدفع جديد أملس السبطانة من ترازي رايند ميتول الففتي فايف اي وان من عيار مائة وعشرين ميليمتر والذي سيحل محل المدفع المحلزن الحالي من عيار مائة وعشرين ميليمتر ويوفر سرعة أكبر وقوة اختراق أقوى وسيكون سلاح الرئيسي الجديد قادرا على إطلاق ذخيرة متطورة قابلة للبرمجة إضافة إلى استخدام مجموعة جديدة من المشاهد بقدرة استهداف محسنة ليلا ونهارا وسوف تتميز الدبابة المحدثة بحماية معسسة بما في ذلك درعا معياريا جديد ونظام الحماية النشط رافيل التروفي يستخدم نظام الحماية النشط من هذا الطراز رادارا لاكتشاف المقذفات الواردة قبل إطلاق قذائف الاعتراضها بالإضافة إلى كونها جزءا رئيسيا من الترقية فإن الأبراج الجديدة التي تصنع الآن في منشآة أرمو سترونغ ووركس تهدف أيضا إلى توفيرها للتصدخرة والدولة الوحيدة خارج بريطانيا التي تشاغل تشالنجر 2 الأخرى هي سلطنة عمان فمن المحتمل أن يتم ترقيتها أيضا إلى المستوى الثالث وستتضمن تشالنجر 3 ما يصف الجيش البريطاني بأنه العمود الفقري الرقمي الجديد الذي سيربطها بمركبات قتالية أخرى داخل الألوية القتالية المدرعة مما يحسن القدرة على مشاركة البيانات مع منصات مختلفة في الوقت الفعلية في سياق قالت الليفتنانت جنرال كريست تيكل نائب رئيس هيئة الأركان العامة أن المراجعة المتكاملة تتسعى إلى تطوير الجيش البريطاني ليكون أكثر فتكا وأفضل حماية وأكثر ترابطا شبكيا من أي من نظرائه وشالنجر 3 تمثل مظهرا من مظاهر هذا التغيير التي ستشكل قلب القدرة القتالية البريطانية وستضمن هندستها الرقمية المفتوحة دمجها مع جميع النظم في ساحة المعركة وسوف يتفوق تسليحها الرئيسي على خصومها وسيحصل الطاقة معانا مستوى فريد من الحماية وفي حين أن حزمة الترقية ستحقق التحسينات المطلوبة للقوة النارية والحماية لا يزال هناك سؤال حول الحركة والمناورة ففي نهاية المطاف ستتم إضافة وزن كبير إلى التبابة التي واجهت مشاكل بالفعل في هذا الصدد بسبب نسختها السابقة ولا توجد حاليا خطة لتوفير حزمة طاقة مطورة لتعويض الوزن المضافة تزين التشالنجر 2 الحالية 82.7 مع وحدات دروع إضافية مقارنة ب73.6 لدبابة الجيش الأمريكي MA12SEPV3 وخطة تصميم البناء المفتوح للتشالنجر 3 يعني أنه يجب أن يكون من السهل ترقيتها مستقبلا بميزات إضافية أو محسنة خصوصا مع التطور التكنولوجي الكبير بما في ذلك الاستجابة للتهديدات الجديدة في ساحة المعركة حتى في شكلها الأساسي فإن التشالنجر 3 ستتميز بالتكيفات التي من شأنها أن تجعلها أكثر ملاءمة للقتال في التضاريس الأقل تقليلية بما في ذلك البئات الساحلية لدعم قوة كوماندوز المستقبل ففي السابق تم إضافة دبابة تشالنجر 2 لاختبار كيف يمكن نقل الدبابات إلى الشاطئ باستخدام المنصات البرمائية في منطقة البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية والمحاذية لروسيا وبمجرد إدخالها إلى صاحة المعركة ستخضع تشالنجر 3 لقية العمليات البرية التي يتم إعادة تنظيمها والتي سيتم تعينها للفرقة الثالثة المملكة المتحدة وهي تشكيل القتال الأساسي للجيش البريطاني وبموجب أحدث الخطط سيكون للفرقة لواء أهن ثقيلان حديثان يتم تشكيلهما حول 148 دبابة تشالنجر 3 بالإضافة إلى مركبات استطلاع آيكس المدرع ونقلات جنود المدرعات من تراز بوكسر وبينما يشير الجيش البريطاني إلى أن برنامج تشالنجر 3 يسير حاليا على المسار الصحيحة لا تزال هناك عقبات أمامه من مشاكل عربة الآيكس بسبب التوضاء والإتزازات العنيفة التي أفسدت برنامج المركبات القتالية المدرعة آيكس فقد حدد المعهد الملكي للخدمات المتحدة روسيا العقبات المحتملة في تطوير تشالنجر 3 فيما يتعلق باختيار الذخيرة للمدفع الرئيسي والمدة التي سيستغرقها المدفع في الاختبارات حتى يعمل بكامل طاقته بالإضافة إلى الصعوبة المحتملة في عملية تكامل نظام الحماية النشطة من ترازي تروفي على هيكل الدبابة وربما أكبر علامة استفاهم حول البرنامج هو العدد الصغير نسبيا من الدبابات التي سيتم إنتاجها فتجارب الوحدات المدرعة الروسية والأوكرانية في الحرب الجارية في أوكرانيا تسلط الضوء بشكل صارخ على مدى ضعف الدبابات القتال الرئيسية في حال اندفعها عند مواجهة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات الحديثة حيث تدعي وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي فقد 389 دبابة من أصل 2927 دبابة قتال الرئيسية في أول 17 يوما من القتال في أوكرانيا كما دع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي الحلفاء مؤخرا إلى تزويد قواته بدبابات إضافية مما يشير إلى أن سلاح الدروع مازال مهما وأن ادعاء بعض الخبراء بنهاية عصر دبابات القتال الرئيسية ليس دقيقا بالمرة ومع قيام الجيش البريطاني بتخفيض أعداد دبابات القتال الرئيسية من 227 إلى 148 يعتقد الخبراء أن الخدمة البريطانية يمكن أن تنفذ من الدبابات تماما إذ شاركت في صراع بنفس كثافة الحرب الأوكرانية في الأسابيع الأولى من القتال على سبيل المقارنة بالثمانينيات كان الجيش البريطاني يمتلك حوالي 900 دبابة في السياق قال الليفتنات كولنيل ستيورد كروفورد وهو من قدام المحاربين لمدة 20 عام في فوج الدبابات الملكية أن الجيش البريطاني أصبح الآن ضعيف التجهيز وبشكل محزن فالدبابات قليلة العدد ولا يوجد منها في المخزون الاحتياطية وأضاف سلاح المدرعات الملكية هو الآن أحد الأصول التي تستخدم مرة واحدة فقط لأنه ليس هناك دبابات بديلة لأعادة تجهيزها علاوة على ذلك فإن الاستجابة للتحديات التي تمثلها روسيا تعني أن القوة البريطانية المدرعة سيتم نشرها على جبهة واسعة وبكثافة ضعيفة مع عودة جزء مهم على الأقل إلى ألمانيا حيث كانت هناك أثناء وبعد الحرب الباردة وفي نهاية المطاف ستكون القاعدة الألمانية في سني لاغر واحدة من ثلاثة محاورة إقليمية للجيش البريطاني مع مراكز أخرى في كينيا وعمان وفي هذه المرحلة ليس من الواضح عدد الدبابات التي ستذهب إلى ألمانيا لكن المسؤولين يتحدثون بالفعل عن عدد كبير من المركبات المدرعة التي يتم نشرها في سني لاغر كجزء من قوة بحجم لواء فوجودها هناك سيجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ في أوروبا الشرقية وعلى الرغم من ميزانية الدفاع المحدودة المتاحة وبرامج أخرى باهظة الثمانية متمويلها من ميزانية دافع الضرائب بما في ذلك حاملات الطائرات وطائرات شبحية F-35P اختارت المملكة المتحدة عدم التخلي عن دباباتها بالكامل ولكن التركيز على قوة أصغر بقدرات عالية بشرط أن هذه القدرات حقيقية وليست مجرد دعاية تتركز بشكل أساسي على طمأنة الشعب والحلفاء هنا يقول الخبراء الوقت فقط قادر على تحديد إذا كانت بريطانيا قد اتخذت النهجة صحيحة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر